اشتركوا في القناة الفاس فاريس مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج كازا سي تي اليوم سننقشون مشكلة التربية او التعليم الاولي على مستوى مدينة الضاربدة كما نحطم في التشكلة الحكومية الاخيرة تم يعني ادراج التعليم الاولي ضمن التربية الوطنية والرياضة التي تتكلف بهم سي شاكيب ابن موسى وزياء التربية والتعليم الاولي والرياضة من اجل منقشتنا القضية هذه ومشاكل التعليم الاولي وهل التي اطرف التعليم الاولي تي عندهم محتكوين باشي يعتبروا يعتصوا تجربة ديانهم بالنسبة للتلاميذ الصغار نستضيف سي محمد بالغيات مهتم بالشأن التربوي على سعيد جهة الدربة الاصطات سي محمد مرحبا بك مرحبا سي بوستا كنشكركم كنشكر والاخوان دي القناة الفاس بريس هاد القناة اللي دائما كتب معنا هاد الميلف التربوي عن كتب استي بلغيات تم يعني ادراج تعليم اولي ضمن وزارة التربية والرياضة وهاد المطلب كان من يعني المطالب ديانكم لما بعد سنوات طويلة وش المرتاح لهذه القضية؟ صحيح هاد التعديل اللي جاء في هاد الوزارة انا اليوم كانت كلمو على وزارة التربية والتعليم الاولي والرياضة اليوم تمجو ما يسمى بالتعليم الاولي هاد هاد التعليم اللي على مر هاد السنوات الاخيرة وخاصة مع الخطة الاستراتيجية اللي جات مؤخرا النهوض بالتعليم ودمجه في تطير التنمية لقاوا بانه كين خلال كين مشكيل عندنا فيما يسمى بالطفولة الصغرى اللي كنت ذكره عن الطفولة الصغرى اننا كانت كلمو على واحد الانسان واحد المواطن اللي خصو يدخل للمحيط ديل التعليم اليوم كما هو سبق الدكر انه تمت تلبية هاد المطلب وبما انه تمت تلبية ديل هاد المطلب اذا فاحنا اليوم كنوجهو السيد الوزير هاد المجموعة ديل الملاحظات بحكم اننا نشتغلو في هاد القيطاع منذ الفين هاد القيطاع اللي كان بين المد والجزر ابتداء من الميتاق ديل التربية والتكوين مرورا بالمخطط الاستعجالي واليوم نتكلمو عليه كدعمة من دعمات ديل الخطة الاستراتيجية وقانون الايطار ماذا نقيم المضافة لان نزد التعليم الاولي في ايطار الوزارات لان الدولة اليوم تراهن على التعليم الاولي كرافعة لديل التعليم لكن لكي انش امكانيات باش تكون التعليم الاولي اصلا كرافعة او لغادي بقاديش غير شيء صحيح سبق وقلت بان هذا الموضوع تدرجة في عدة مشاريع ديل التربية والتكوين اليوم واش هاد الناس اللي كيتكلمو على ادماج التعليم الاولي في البتدائي واش عندهم تصور والرؤية واش عندهم البنية المادية واش عندهم المواريد البشرية واش عندهم البرامج والمناهج واش عندهم التأطير القانوني واش عندهم المراقبة التربوية واش هاد الناس اللي غادين يمارسوا هاد المهمة متكونين واش عندهم هاد شيء كين هاد شيء كين جزء منه واش نقول لكين كين نتصور وكين نرؤيا اليوم عندنا التصور حقا غدي ندمجو التعليم الاولي في التعليم العمومي باي امكانيات باي امكانيات ما تديها يعني امكانيات ما كيناش ما كيناش الامكانيات داب اليوم ناظو كي يديروا اقصام ما يسمى بالاقصام المدمجة او لا كي يعتمدوا على واحد المجموعة دي الجمعيات ره مؤخرا المعاستي امزازي سمعنا بانا توقفت ما يفوق سبعين او تمانين جمعية ناس تجمعيات كي يديروا الكاراتيجين يديروا التعليم الاولي ناس عندهم معارت رؤية كي يديروا معارت شي قطاع وهذا اذا هذا الرؤية اللي كينا وهذا المشروع اللي اليوم كنتكلمو عليه وهذا رأى مشروع مالاكي رأى نطالق في 2019 مع المبادرة ديال تنمية التعليم الاولي اللي هو اليوم الدولة داخل 33 مليار 33 مليار داخله في هذا التعليم الاولي لعبة باش تدير لها كنجيوا لمدراسة عمومية يلا فيها 24 قيصم مثلا وكان حيضوا منها جوش الاقصام وكان اعطيوهم التعليم الاولي وما عندهم مش مرافق خاصة ما عندهم مش جرده فين يلعبوا الوليدات ما كيناش حماية والامل هاد الوليدات اليوم احنا كنلعبو بواحد المشروع اللي هو مشروع مالاكي ما عاطينوش اهمية اليوم هاد شي اللي هاد الرؤية اللي عند الدولة اليوم او اللي عند الوزارة الواصية ان هاليوم باغت دير هاد شي كله بـ 30% من اللي مجهود 30% هم ذوك الجمعيات الكبار اللي كنسمعو بيهم واللي هم مهيمنين اليوم على السوق ان هاد الجمعيات يلا الله كتشكل 25 ما بين 25 حتى 30% في حين انه 70% من هاد الطوفولة الصغراء كتمر من مؤسسات واريات تعليم الاولي اللي كين في الاحياء ما ممكنش انا بـ 30% غنضبر مشروع مالاكي بقيمة ديال 33 مليار بالنسبةل وش ماتتشوش معي بان التعليم الاوليته هو ولا واحد بحل تيه غلب عليه الطابع التجاري على الطابع التعليمي والترباب هاد الجمعيات لا يوجد تكوين لا يوجد كافاءة تفتح مدراسة او جوج لكي يدير التعليم الاولي هذا القطاع يوجد اشكالية اشكالية ذي للتنظيم لانها كانت المربية التي تخدم معمول المدراسة ثلث شهر ربع شهر لا تفاهمت ما كانت بشيك تدور مع الدورة تدير مقر وكانت بدأت تجيب كين اللي عندها الكتر يماني اليوم الوزارة تهدر بأنها كونات الناس اليوم في هاد نموذج تكوين اللي كي اليوم وفي مراكز تكوين كيقوك حقارة كونا مربيات والسيدي من اللي كوينتو مربيات فينا هما عليش كتعتمدوا على دوق الجمعيات اليوم دولة مراهنة على جمعيات ديال المجتمع مداني باش تحليها اشكالية وتفتح لها ورش ملاكي اللي كيشوفوا فيه بأنه هو الاساس في قاطرة التنمية ديال التعليم اذا اليوم احنا كندق وناقص الخاطة بأنه كانت واحد الرؤية هاد الرؤية تتعتمد على هاد الناس اللي تكلمنا اليوم هاد 30% ديال الجمعيات اللي هي اليوم كنت تاخد الأقصام المدمجة هاد الأقصام المدمجة او الأقصام النموذجية بين قوسين غير مؤهلة خاصة في المؤسسات دات البنية الضيقة ودات الاكتداد ديال التلاميين اذا هنا خاصنا نعود الرؤية في هاد الأقصام المدمجة هاد من جهة من جهة تانية هو أنه يعيدوا التأهيل لأنه كانت في الميتاق الوطني ديال التربية والتكوين وكانت في اللى مختصات الاستعجالية تأهيل وتكوين المؤسسات النموذجية كانت تعلم الأولى لكتتك في القرآن أقصائه وتاهم التوجيذة الإسج干bres조�И까요 والرياضة والمؤسسات التربوية للتعليم الأولي التي تقوم بها عينة جمعية قرائية وهذا يجب أن نتكوين الناس عارفين ماهو ولكن لا يمكن أن نقوم بعمل رافعة للتعليم بـ 30% من الناس الذين يعملون لا ترى أننا وجدنا الإمكانيات والبنية التحتية ونفتحنا عمل أوطار ولكن طريقة التعليم الأولي يبقى في المعيب يقولون بأن الطريقة ليست تكوين ولكن لا تلقي لها الدري الصغير وهو اللي في المشكلة على مستوى التعليم المشكلة ليست غير في التعليم الأولي المشكلة التي لدينا نحن في التعليم على العموم لأن بعض الدول التي هي رائدة لا تكمل المشكلة على دول الرافعة ولكن سنقوم بغير بعض الدول الأسيوية في الدول الأسيوية أنا كانت عندي واحد تجربة مع واحد للإخوان أن الوليد من الذي يأتي للرود ببتداء من ثلاث سنوات فما فوق لا تعملوا معها بالنقطة أولا النقطة تشكل هاجس اليوم في المغرب النقطة تشكل هاجس للآباء و للتلاميذ كيف أريد أن تنقط دري على سبع سنين أو ثمان سنين؟ اليوم خاصة أن الإشكالية التي خلقها هذه المشكلة الكورونا والتعليم عن البعد أن الوليدات يالله غادين العملي فاتش دخلوه فاتش دخلوه كي يلقوا امتحانات كي يلقوا هذا أنهم خدموا بنص مقرار خدموا بنص قسم فإذا بنا بدنا نقاطه اليوم كانت الكاريتا هو بالنسبة لأقصام الإشهادية لا بالنسبة للتاسعة ولا بالنسبة لهذا إذا اليوم النقطة لا تريد أن نتكلموا عنها خاصة عند الطفولة الصغيرة و المتوسطة يعني باقي كما المعيار لدينا نحن السادس قل من السادس لا تريد أن نقاطه الوليدات أننا نريد أن نخدمهم على الأخلاق أننا نريد أن نخدمهم على المبادئ أننا نريد أن نحن المساجات التي نحتاج لها اليوم أن نمرها في هذه المسميته نجعله النوقات لأن التقييم على النوقات يخلق واحد تفاوتات أرى كل ما هو كدير إذا ما نرى هذه الإشكالية أننا نقوم بعمل التقييم على المبادئ وتقييم على الأخلاق وتقييم على العمال وتقييم على هذا الوليد كيف ندامج في المجموعة تالولييتي وليل همديانه هو حصل على النقطة؟ أرى كديرا أرى أرى لماذا لدينا الغش؟ هذا هو السؤال الذي سنطرحه اليوم لماذا لدينا الغش؟ لأننا نريد أن نطلبه من الدري أن يجلب نقطة والمتميز أن يجلبه إذاً لما يغش يجلبه إضافية وما يجلبه إضافية يجلبه القاسم إذاً اليوم ما الذي كانت عامل مع الوليدات بأساس النقطة سنساهمه في الهدر المدراسي وهذا شيء يخص مجموعة الدراسات يخص الدار اليوم لدينا مشروع وهذا القانون الإطار يجب أن نخدمه فيه على المواطن يجب أن نخدمه فيه على هذا الطفل اليوم هذا هو الريهان اللي عندنا اليوم في التعليم كين واحدة جوجة جوجة فكرة الفكرة الأولى تقول أنه خصنا نعتمده على الحفظ سيستوى بأنه تلترسخ يحفظ بشي يقدر يستوعب البعض فكرة واحدة أخرى تقول هو اللي خصنا نصول تركيز على الفهم بالنسبة للطفولة الصغراء انت في أنت تشوف فين كيف رأيك شوف كين واحدة المجموعة دي المبادئ واحدة المجموعة دي المعايير أنه خصت تقول أنا اليوم إنا جبت الوليد للرود وكان بدا نخدم معه مواد تفتوح كان نخدم مع الإزاتوليت ونخدم مع اسميتو وما فيها بس أنني كان بدا ندمج لي شوية دي الحروف شوية دي الأبجادية دي القراءة وهذا وهو غادي لأنه أول شيء فش كنجيبوا الوليد من دارهم را كنجيبوا بقيخ صغير يندمج في المجموعة إذا أنا هادك الاندماج رات ما في أنت نحكم عن الوليد يا إما غادي يكون واحد الإنسان الاجتماعي يا إما غادي يكون واحد الإنسان اللي منغالق على نفسه إذا هنا اليوم إحنا ما اللي كنجيبه وليدنا را خصنا نعرفه فين غا نجيبه وخصحتها هذوك الناس اللي اليوم إحنا كيقولون لنرى مقاطعين واش هذوك الناس مكونين واش الوزارة كتجيك تدرهم تكوين دي السبت من الجوج الكادة واش هذوك ساعتين في الأسبوع هي اللي كافية تكوين أننا نخدمه واش غادي نديروا لي الحفظ ولا غادي نديروا لي أسميته هو الوليد لأننا كنت تكلمه على دكاء والدكاء را كل الله سبحانه وتعالى كيف ما فرق الأرزاق را فرق الدكاءات الدكاء كنت تكتسبوه يا إما كيكون عندنا واحد الوليد اللي كيقدر يشوفه غير بعيني وتعقل كين واحد الوليد اللي كيسمع غير بودني وتعقل وكين واحد الوليد اللي يخصو شوي يكتب بيدي إذا هذو عندهم تفسيرات وعندهم أسماء ديالهم واسميته مهم نحن غير باش نكونوا المتتبعين يتبعوا معنا حتى اللي ماشيود الميدان أنه يعرفنا على شك نظره إذا نحن اليوم الريهان الأكبر أننا نخرجوا واحد المواطن اللي كيحسب المواطنة دياله كيحسب الكرامة دياله كيحسب اسميته المسائل المواطنية دياله أننا اليوم لابد إعادة النظر في هذا ونحن نعيد النظر اليوم في التعليم الأولي أن هذه الناس ما يمكنش ما يمكنش أننا نبشيوا تعمين تعليم الأولي 100% بالإمكانيات اللي كينا دابا لأننا سيأتيون في 2023 و 2024 ويقولون لنا فلوس تقاعدات كما وقع في المخطط الاستعجالي أنه تصرفات عليه الملاير وأنه مداروالو اليوم نحن مع الوزارة الجديدة مع السيشاكي بن موسى اللي كان أملو فيه كل خير وهذا تعديل اللي كان اليوم وهذا السيرورة وهذا الدينامية اللي كان اليوم في إطار التعليم نحن كنقولون بأنه أول حاجة أخصده هو لعتينا أباد الفئة هذ 30% رأى عندها الإمكانيات ورصدتوها عليها أعطيتوها أقسام أعطيتوها كادة أعطيتوها إمكانيات أعطيتوها ديرين مع دفتر تحمل розمت Peri站 ي Sweat أنا والذى اليوم نستطيع أن تريدون رسالة بي jakie المساعد Ask المص الحوان المصاف المصف المصح المصار المصاف كل هذه المصاف 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 new تفتح قيصم نموذجي أو قيصم مدمج في واحد المحيط الذي فيه ثلاثة أو أربعة المؤسسات أنك تحكم على اليوم بالإغلاق. وأنك كوزارة عندك معيار هذه الناس الذين داخلين عندك المدرسة العمومية نحن نقول لكم اليوم بأن هذه الناس غير قادرين على أنهم في 2027-2028 يعطيكم هذه الرؤية للتعليم الأولي 100% سيبغيس شكرا جزيلا على قبول الدعوة مرحبا إلى اللقاء في حلقتين جديدة من بعلمات الكازاسيتي